بحر لبنان ملوث إذن سمكه ملوث هذه المعادلة تطرح أكثر من عملية استفهام هل هي الحقيقة الدامغة التي لا مفر منها أم أنها مجرد استنتاج لا سند علمي له في دوامة من القلق والحيرة يغرق المواطن الذي يفضل في خضم انتشار أخبار تلوث الشاطئ اللبناني أكل الأسماك المستوردة المبردة أو المفلجة ولكن للصيادين الذين يعتبرون أن البحر هو ملاذهم ومصدر رزقهم رأي آخر هلأ قلت السمك وعبي أكلهم مواصدة يعني لو كان سمك ملوث بالبحر كان نحن منعيش أنا عملي 78 سنة هيدا السمك هيدا هيدا عيشته على ميد نظيفة ميد مواصخة ما بيقرب هلأ صعيفي مجرور نازل بس ما بيقرب أليه الناس مثلا على الحكي هيدا قلبها بينقص الناس بيقولولنا نحن مثلا أنا عندي مسمكي بيقولولي بدي سمك مصري أو تركي ما بدي لبناني أول ناس بدي نتعرضوا للإشعاع اللي موجود بالماء إن البحرية بقولوا هلأ ما في جهة الحمد لله أشعاعات وهيدي الشغلات اللي عم تصير بتضر بالصيادة وبتضر بالبيعين السمك وبالصف العالم تركض على السمك اللي بيجي مفرز ومبرد مزارع يعني لا بيفيد ولا بينفع الأسماك نوعان أسماك محلية وأخرى موسمية فيما العلم يؤكد استحالة عيشها في مكان ملوث فهي إما تهاجر أو تموت نحن ما عنا أي صناعات ثقيلة تلوثنا هو عبارة عن صرف صحي أو معمل أو نهر عم منزل فيه الصرف الصحي بالضيع العالي وعموصل للبحر الأسماك بتعيش بعيد عن الشط يعني هيدا المنطقة اللي فيها التلوث هي 100 أو 200 متر عن الشط فقط لكن الصياد وقت يظهر يتصياد عم يظهر إلى عرض البحر عم يظهر إلى 3 كيلو متر 5 كيلو متر 7 كيلو متر وعم تصياد بعرض البحر وبالتالي هالأسماك منا ملوثي كل الألف وخصات اللي عملت بآخر 20 سنة تؤكد أن السمك بلبنان من أنظف الأسماك وما فيها تلوث بشكل أي خطر على الإنسان إذن هذه هي حال سمك بحر لبنان بانتظار ما سيعلنه وزير السياحة الذي وعد بنشر تقرير علمي يوم الثلاثاء أعدى استنادا إلى نتائج عينات أخذت من مياه الشاطئ اللبناني